يقول السائل هل يجوز أخذ سلعة من تاجر على جهة السلف أو كما نقول كريدي حتى يتم بيعها ثم يعطى التاجر حقه وشكرا وجزاكم الله خيرا والمرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تفيدون بدروس عن فقه البيع لأنه مهم جدا بارك الله في علمكم وفي عمركم آمين شاء الله تعالى سيأتي شيء من ذلك إن يسر المولى عز وجل بالنسبة لسؤال الأخ في قضية أخذ السلعة من التاجر على جهة السلف ثم بعد بيعها يعطي التاجر حقه هذا الأمر لا حرج فيه شريطة يعني شرائها وتملكها ده بعد نحن نجوش ديال الحالة مثلا أنا كان شري هذه السلعة المعينة كان بشي عند التاجر وكان قول لي اشتريت منك هذه السلعة أخذتها بكم قي يقول لي مثلا هذه السلعة قد سوى مئة درهم فأنا أخذتها من عنده مشي الشرط باش نخلصه ممكن أن يكون الخمن دينا علي هذا التمان ديال ديك السلعة دين في الذمة ديالي هذه شريطة صافي شريطة صاريت ملكي ومئة درهم دين في ذمتي يعني سأعطيه للتاجر إما أن أحدد معه أجلا أو يكون الأجل مفتوحا إما أنني كنقول له إن شاء الله تعالى من دابة شهر نجيب لك تمن ولا كنقول له من لي تيسر لي نجيب لك وخلي القضية مفتوحة طيب أنا كان بشي وكان بيع هذه السلعة شريطة بمئة درهم كان بيع بمئة وعشرين لا بمئة وثلاثين ولا بمئة وخمسين حسب ما يعني تيسر من لي كان شد يعني داك التامل كان شكا نعطيه مية درهم دي هذا الأمر لا حرج فيه ولا إشكان أين يكمل الإشكان هو أن يكون الرجل يبيع سلعة غيره يارضمعي البن كي يجيك يقول له مثلا أعطيني هذه السلعة هذه السلعة ناخذتها منك كان مشي كان بيعها تبعت لي تبارك الله كان شيء كان خلصه ما تبعت ليش كان رد له السلعة دي إذن هذا الأمر ما تبينش واش هو وكيل تجاري واش هو مشتري يعني خصنا نحدده الصفة لأن أي معاملة في الشرع ضبطت الشريعة يعني وصفها وهذا الشي يكون له من أجلي يعني فضي النزاع علش هاد الأمور وهاد الضوابط باش ما يكونش الخصام من المسلمين باش تعرفوا قضية الإسلام والحسن دياله والجمال دياله كيف حافظ على وحدة هذه الأمة وأن لا يكون بينها خصام لا يبيع بعضكم على بيع بعض لماذا حرم بيع الغرار لماذا يعني حرم بيع ما لا يملك الإنسان يعني تلقي الركبان مسائل كثيرة حرمت لماذا لكي لا يكون الخصام بين بين الناس حرم النشج هذا النشج اللي يبقى يزيد في السلعة ولا يريد شراءها لأنه يقع في الخصومة لا يبيع بعضكم على بيع بعض لأنه يقع في الخصومة وهكذا إذن هذا الإنسان اللي كيأخذ السلعة وكيمشي كيبيع اللي تبعت له فهي يعني صافرة تبعت واللي ما تبعت شك يرضى كنقول لي بأي حق أخطاء إما أنك تشريها وتملكها ومع النغارة سواء دفعت ثمنها أو بقي ثمنها في الذمة واللي كتكون وكيل تجاري يعني كتكون خدام مع صاحب السلعة كتقول لي مثلا أنا كنمشي وكنبيع ولكن مش هذي السلعة كنبيعها كأنني أملكها ولا علم لصاحبها بها لا كنقول لي مثلا غادي نبيع وانتفق معك بأنه كل قطعة بيعتها فلي فيها كذا وكذا درهم أو لي فيها نسبة كذا وكذا من الأرباح مثلا كيقول لي مثلا خذ هذا الألبيسة هذا الألبيسة المعينة مثلا وها هي مثلا أنك نبيع بنيا الدرهم سير تخذها يعني ترزق الله عز وجل سير بيع كل بيسة بيعتها عندك فيها مثلا عشرات درهم أو عشرين درهم أو حسب ما يتراض عليه صاحبه السلعة وهذا الوكيل ولا عندك مثلا عشرة في المئة الأرباح ولا عشرين في المئة ولا قد تزيد وقد يعني تنقص حسب اتفاقي كل منهما من التفق بججع لا تسأل شي بأسمكي إذن هذه تكون السلعة ديال ملها والضمان ديال ملها حيث قضية ديال الضمان مهمة جدا نتبه لأن الناس يتعاملوا بهذا المعامل لأن هذه السلعة ممكن تمشي وتسرق لك إلا تسرق ديال من؟ وش ديال صاحبها ولا ديال ديال إنسان هذا فهنا إلا كان إنسان اشتراها رغم ما يعرفك ما يعرفك من هنا خذيت من عنده هذا الشي وشريته وشريته الراسك قلت له أنا هذا الشي شريته شريته من عندك هذه العشرات ديال القطاع وقد تسألني التمن ديالهم مشيت أنا وتسرقت لديك السلعة كان عرفو إحنا الأسواق الآن وقد سرقها هي الموجودة وتسرقت هذه السلعة كي يقول لك وانا رابعة وشريت معك أنا كانت سرق ذلك التمن ديالك تجيبوا لي ها تسرقت لي هاي لو بغا يدير معك شي حاجة من باب الفضل والإحسان فقط ولكن السلعة تسرقت لي كنت شريتها لكن منك تكون السلعة ديال صاحب المحل وعندك نسبة الأرباح نزلت عليكم المالك وقالوا صاحبنا وقالوا دفعوا فمن هح إن شاء الله